دار البيضاء العاصمة الاقتصادية والمالية للمملكة يطمح المسؤولون أيضا في أن تشكل الوجهة السياحية الأكثر جاذبية بالمغرب وإفريقيا خلال السنوات القليلة المقبلة وقد يساعد كازا بلانكا على تحقيق هذا الطموح وجودها في موقع جغرافي جعل منها نقطة وصل بين أوروبا والعالم العربي والقارة السمرة وصلنا للمليون سائح وكان شجلت قريبا واحد الصباح واحد مليون وسبعمائة ليلة سياحية وهذا كعكس لنا أن مدينة الدار البيضاء هي وجهة سياحية من خلال هذه المعطيات عدد الفناظق التي تفتح الأبواب خاصة من العلامة التجارية العالمية وفي زياد مستمر وفي ارتفاع بلدية الدار البيضاء تعتقد أن اسم المدينة كعلامة معروفة عالميا يمكن استغلاله في جذب المزيد من السياح بيد أن هذا يتطلم منها المزيد من الاستثمارات في تعزيز الأمن تغطية مدينة الدار البيضاء بالكاميرات ومركز للمراقبة على صعيد ولاية الأمن وهذا المشروع الآن سيمكن من متابعة جميع الشوارع بمدينة الدار البيضاء بشكل حديث وبتكنولوجيا متقدمة جدا وتشارك صناديق سيادية من دول الخليج العربي مع الحكومة المغربية في تمويل مشاريع سياحية ضخمة تشمل فناتق ومنتجعات ومراكز تسوق ضخمة وبمواصفات حديثة يبقى شاطئ عين الدياب الأطلسي وجامع الحسن الثاني أكبر مسجد في إفريقيا بمئذنته الأندلسية الأكثر علوا بين مساجد العالم وجهة السياح المفضلة في الدار البيضاء الدار البيضاء مدينة الأعمال والأمال في المغرب مرشحة لأن تكون من أهم المدن السياحية في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة خليل والدجدود العربي الدار البيضاء ترجمة نانسي قنقر